السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم حبيبا عامليني يا رب تكونوا بخير احنا النهاردة كده عندي طم ملك. اه طبعا عندها القماش. قماش جديدة ها. زي من شايفين القماش ده. الكيلو بمين جنيه. بصراحة الخامة بتاعته دي اه خامات بتاع الجواكد. الخامة بتاعته تقيلة قوي. كان عندها قماش شتفي بصراحة تحفة. كان عندها قماشات كتير كانت الكيلو بمية. شايفين القماشات دي كلها تقيلة. تنفع فستين. تنفع جواكد. فستينفع بلوزة. آآ بصراحة كلها حلوة. والخامة بتاعتها جميلة قوي. زي من انتم شايفين كده. في كزا شكل يعني في كزا شكل في كزا لون. دي كل اللي انتم شايفينه ده كتاكيلة كيلو بمين جنيه وكان عندها الأسود السادة وعندها الكوح ل السادة والرمات السادة. يعني كان في المشجر وكان فيه كان فيه المنقوش. زي من انتم شايفين كده هدي الالوانات اهيت. آآ اهيت عند اهو ده كله بالكيلو كيلو بمية. زي بيوزن اهو محمد كان بيوزن. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اه لأول مرة رشوفي قناتي. اشتركوا فيها وفعلي زر الجرس عشان اوصلك كل جديد. شايفين الاصفر ده اللي هو كان بتمانيا اللي هو الملوتن العادي ده. كان في منه بقى البنات كتير كان فيه الكوحلي والاسود والرمادي والبترولي. كده زي ما انتم شايفين كده كان فيه البرتواني والاحمر واللبني. ده كله ده كان بتمانين جنيه. يعني غربوا مية. المية بتاعته القماشة بتاعته تقيلة ومحملها بصراحة. كان فيه منه المنقوش وكان فيه منه السادة. تمشي معك باع في اي حاجة تشكلها زي ما انت عاوزها. اه جاكت ماشي بلوزة ماشي. اه ده السادة كان فيه منه الاسود والكوحلي والرمادي. الالوانات كلها والخمى بتاعته تقيلة. وماشي بقى زي ما انتم شايفين ده كيلو بمية. بصراحة القماشات كلها حلوة. اللون الزيت ده حل كان في الزيتي وفي الموف وفي السادة. دي الستاير اللي هي امه خمسة وعشرين جنيه كان فيه منها السادة وفيه منها المنقوش. دي كلها الواناتها زي ما انتم شايفين كده. بس اللي بكله حلوة قوي. في منه انواع كتير. انه هو قماش تقيل بس انواع. حلوة الزيتي دوت. ينفع جواكت. ينفع 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 اه اي حاجة ما انتمشيها. حلوة اللي قماشة البيضة دي تنفع جواكت حلوة قوي. ودي تمشي فستين تحفة بصراحة. جميل قوي. يعني هي الالوانات كلها بصراحة ده حلو اول ومشها البيضة ديت اللي هي ومشت الجاكت كالتييلة. يعني معنى تقيلة تقيلة. يعني تنفع الجاكت يا دوبا يا عاوزة انت يجيب البطانة ويتفصل بمية مية. قد الحاجاتها هي قدامكم. يا رب يكون الفيديو عجبكو. لا اول مرة شوفي قناتي. اشتركي فيها وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله الاسبوع اللي جاي لو نزلت قماش جديد او نزلت اي حاجة جديدة اصورها لكم. يعني هي كل اسبوع بيختلف عن الاسبوع اللي باع ده يعني بتختلف مش بيقوله زي بعض. الوماش لبيض ده ينفع جاكت حلوة. وكان فيه من الولانة اتنين بس. وفيه الوانات كتير والخمة بتاعتهم حلوة. دي القماشة الجواكت ومشة تقيلة. شايفين ايه? القماشة تقيلة. الكيلو كان بمية جنيه. اي حاجة من اللي انتم شايفينها اللي هي لمشاهدة تقيلة كانت كيلو بمية جنيه. يعني خليكم معي عشان نكمل الفيديو مع بعض كده الواناتة ايا زي ما انتم شايفينها. حلوة او الفوشة ده الفوشة والبنبة والزيتي واللبني اللبني فابيض دي تحفى بصراحة. يعني تبقى جاكت حلوة اوي. والاحمر والرمادي الرمادي فاحمر حلوة اوي. يعني كان فيه وفي السادة بقى بتاعه كان الاسود حلو. والكحلي. يعني اللي كشكله كخامة. الخامات بتاعه الزيت دي جميلة. يعني الخامة بتاعتهم طييلة. يعني تمسيك القماشها حلوة. يعني حلو ان انت تشتري لها بطانة وتعمل تعمل الجاكت بحلوة او. فحقت كتير بقى كان فيه ستاير وكان فيه القماش اللي هي من القماش كان كيلو بستين جنيه. اللي هي القماشات اللي هي الخفيفة شوية. كانت اللي هي التاس تشيرتات. يعني شرطات ممكن انتداد ستاير. السادة وان مش كان فيه جابة منها الوانات كتير. كان فيه منها اللون دوت. واللون البنبة. واللون الاصفر التاني. ده الفسكوز. الفسكوز كان بخمسة وعشرين جنيه. كان فيه عندها كزا لون برضك. يعني فيه الوانات كتير متاحة عندها. عداية بتفرش فين ام مالك بتفرش زوترات اللي حبي يجي لها. بتنزيل محطة ام المصريين وتسأل على بنك الناصر الاجتماعي. اه تسيب الحارة اللي بعد بتاع العصير. بتخش الحارة اللي بعدها. بتلاقيها هي على ايدك الشمال وانت دخلها في الاول خالص. اه زي ما انتم شايفين كده القماشات اهيت. انا عجب ماني اول القماشة دي كان فيه منها لونيني الاسود واللبني دوت. والمقلمة دي تحفة بصراحة. يعني الوانات كلها حلوة. احلى من بعض بصراحة. ده كل كانت اي حاجة الكيلو بمية. الاسود دي جميلة قوي. يعني والرما دي الرما دي فاحمر دي حلوة. يعني اللي هي الالوانات كلها كلها حلوة. ولو مش بتاعتها تيلة محملة بصراحة. والاسبوع اللي جاي هتناكد هتنزل تشكيلها تانية غردية. تصور لها لكم برضك. يعني كل اسبوع هتنزل في اي حاجة جديدة هنزلها لكم اول باول. وهحط رقم تليفونها في صندوق الوصف اللي حب يتواصل معها. الفكرة هي بتشحن. بتشحن العرب مترو. يعني هي بتشحن العرب مترو. يا رب يكون الفيديو عجبكو. يا رب يكون الفيديو عجبكو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنونا ان شاء الله في الفيديو القادم عن ضم ملك.